في رحلة معرفة الذات هنا في أكثر من تمرين في تمريمة موجودة على الإنترنت على موقع Personal Values وبيعطيك صفات كثيرة بتختار منهم عشرة وبسيسألك أسئلة وبعدين بحكي لك إيش أهم الصفات اللي هي لإلك هاي طريقة في طريقة تانية حلوة عن طريق تمرين تمرين هذا اسمه نافذة جوهري أنا فكرت بالأول هذا اسم عربي بسطلة هذا احتصار لإسمين اللي هم العالمين اللي اخترعوا هذا التمرين واحد اسمه جوزيف والتاني اسمه هارينغتون كيف نسوي؟ بتجيب مربع بتقسمه إلى أربع أجزاء طلع هون على الشمال أول جزء الشغلات اللي هي الصفات اللي هي معروفة إلك وكمان معروفة للناس المعروفة إلك ومعروفة للناس اسمها الساحة طيب المعروفة إلك بس مش معروفة للناس اسمها القناع لما هو واحد لما يكون قدام الناس فيه الناس مثلا فيه شغلات ما بيعرفوها عنه طيب شو هي الشغلات اللي معروفة للناس بس مش معروفة إلك هاي بسميها المنطقة الخفية وآخر شي فيه شغلات لا معروفة لا إلك ولا معروفة للناس ايش هي الصفات؟ فيه صفات كثيرة موجودة بتختار عشرة منهم ففيه قادر متقبل قابل التكيف جريء شجاع هادئ يهتم بالغير مرح ذكي جدير ثقة متعاطف نشيط فيه كتير فايش بنسوي؟ بنسوي تمرين انت وصديق لإلك صديق مقرب بمكن تكون زوجتك أو زوجك وبتسوي ثلاث حركات أول حركة بتختار عشر صفات عنك خلي صديقك يختار عشر صفات عنك بدون ما أنت تشوفها وبعدين انت آسف أول إشي انت بتختار عشر صفات عنك بدون ما تفرجوهم لصديقك بعدين بتحكي لصديقك يختار عشر صفات عنك بدون ما يفرجوك إياهم وبعدين بتشوفوهم مع بعض وإذا فيه أي صفات متشاركة بنحطهم هنا بالجزء هذا جزء الساحة فهنا عنا الساحة هنا عنا القناء هنا عنا المنطقة الخفية بعدين لما تكتشف أنه طيب أنا كيف أضبط هذا الإكسرسايز والتمرين وكيف أشتغل على حالي إحنا مهم عندنا المرحلة هذه اللي هي لازم الصفات اللي أنا بعرفها عن نفسي تكون قريبة جدا للصفات اللي الناس بيعرفوها عني فالمنطقة الساحة هنا لازم يكون فيها عدد كبير من الصفات إذا ما فيها عدد كبير من الصفات معناته أنا انطباعا نفسي بيختلف عن انطباع الناس عني معناته أنا مش عارف نفسي بطريقة صحيحة طب كيف أعرف نفسي بطريقة صحيحة وأكبر من منطقة الساحة أنا الهدف أنه أكبر من منطقة الساحة وصغر من منطقة المجهولة حلو؟ فبيحكي لك عن طريق حركتين أول إشي إفصاح أنك تحكي للناس عن نفسك وأنك كمان تعطي رأيك بالناس فالإفصاح هنا بيعرف الناس عنك وطلب الفيدباك طلب تقييم أو ردة فعل الناس عن بعض الشغلات اللي بتعملها لما تطلبها من الناس برضو هذا بكبر من مساحة الساحة وبقلل من منطقة الخفية فإحنا بنا نوصل للمنطقة هذه إحنا بدنا الساحة تكون أكبر جزء من حيث الإفصاح وطلب التقييم يعني هو التواصل الصحيح مع الناس ونقلل من المنطقة الخفية والقناع وأكتر شي نقلل من المجهول وهاي هي الصفات الموجودة اللي ممكن تختاروا منهم فأنا بنصح أنه كل حدا اليوم إحنا بحضر صحي نسوي هالتمرين بيننا وبين شخص معانا بالبيت بكون ممتع وكمان نتعرف على هالنا فرح نتفاجأ أنه الناس بيعرفوا عننا شغلات إحنا ما بنعرفها وإحنا ممكن نكون نعطي الإشارات للخطأ فنعيد التفكير بنفسنا وشخصيتنا والصفات طبعتنا شكرا وترككم العافية شكرا وترككم العافية